حل مشكلة حاول بعد دقيقة على تطبيقك الخاص سناب شاط اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل نضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بنزول البحث عن تطبيق سناب شاط في هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بالنزول نضغط على سناب شاط ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي تقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الشراك والضغط على الزل لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله في موضوع آخر